مبسطين جداً جداً نحن مشاركين في مهرجانشيو أرسل سلعاتي الستات عادي تنفس مع الرجالة إيه بنتي بنتي بتاعبي درامز لجماعة ما البنات موجودين بيحبوا يعملوا برضو الحاجات دي البنات مش طارف تعمل اللي حن نعملوا بتناديني تاني ليه انتي عاوزة مني إيه بتناديني تاني ليه انتي عاوزة مني إيه ما انتي خلاص حبتي غير ما انتي خلاص حبتي غير روحي لللي حبتي يلا روحي روحي لللي حبتي أنا ميرنا شلبي مطربة فرقة ريتمو إحنا بعند مكون من خمس بنات بنلعب كل حاجة ممكن الجمهور يحبها مريم عياد بس الستيج نيم ميمي أنا درومر ريتمو باند ده بإنجليزي حاجة بعيدة شوية درومز بس حاولت سام هوا لنكم يعني بعلعب بقالي تقريبا تتاشر سنة أنا نشوة محمد كيبورتست في ريتمو باند بعز في بيانو وبعز في أرق بدأت الأول إكسلي فون برضو وبعد كده عديت على كزائلة لحد لما استقريت على بيانو الأرق أنا نور أحمد أنا جيت ريست في الباند خارجة ألصم برضو حاجة ما لا أشاهد بالمزيكة قصاً اكتشفت بالصدفة أن أنا أحاب ألعب جيتار فتروح النادي أتضرب كده لحد ما ابتدأت بقى وقت الجامعة بنلعب الشرقي بنلعب الخليجي بنلعب الدبكة بنلعب النقبي بنلعب كل حاجة يعني بنخلي الجمهور ماشي سامع كل اللي هو عايزه مبسطين جداً جداً احنا مشاركين في مهرجان شي أورتس لأنه طبعاً مهرجان بيدعم فكرة البنات أو فكرة الفنون اللي ليها علاقة بهي فبالنسبة لنا دي مختلفة ومشرفة جداً طبعاً هو شي أورتس كده كده كفكرة أصلاً زي ما ميرونا كان بتقول أنه هي أصلاً مش عادية لأنه هي بتجمع مش بس كالشورز مختلفة لكن كمان ناس مختلفة قوي تربيات مختلفة جوه كالشورز مختلفة فمزيكة تانية خالص يعني فيه اختلاف في حتة أنه إحنا ما فيش بندات بنات في مصر كتير فيش حد بيعمل إحنا بنعمله فإنه نحب الناس جوهده عايزين نوصل المسج بتاعت ريتمو بتاعت الريتم اللي إحنا عايزين نلعب به اللي هو إيه؟ اللي هو نحنا عندنا توزيعات مختلفة عندنا أفكار في الأغاني مختلفة بنحب نلعب الأوريجنالز بطريقة مختلفة تماماً يعني حتى لو هنلعب أغنية واحدة لأ بنحب نحط تاتش ريتمو فيها عندنا مثلاً فكرة أنه الميزيشنز أو البندات كلها ولاد أو تلات ربعهم ولاد ممكن بقى فيه مثلاً باند ميكست بنات ولاد مع بعض بس فكرة أنه باند بنات ده دلوقتي شوية هقولك منعدم يا جماعة ما البنات موجودين بيحبوا يعملوا مرضو الحاجات دي بيحب نغني بنحب نلعب مزديكة لأنه دايماً يقول لكيه البنات مش طارف تامر اللي إحنا نعمل إذا أنت بنت بتعوي جرامز فبدأت أحس دي حاجة مش كومن قوي أو ناس مش متعودة عليه في العادي الستات عادي تنفس مع الرجالة بس هو بهايلايت أن الستات بردو تقدر تعمل حاجات مختلفة يعني الناس مش شايفة أنه هما يقدروا يعملوها لا هي مش كده هي فكرة أنه المزديكة روح فدي احنا بنؤمن بيه أنه المزديكة دي روح حلوة كلنا بنحبها كلنا عايزين نطور منها فيلا بينا نعمل باند بنات ونوريهم بقى إحنا عايزين نعمل إيه في المزديكة أو نطلعها بالشكل الزي متحمسين جداً نسمع لأنها فعلاً كالشورت مختلفة قوي فمتحمسين نسمع كلها كي يعني بالنسبالي أنا عن نفسي متحمسة قوي أشوف حتى البندات التانية والناس التانية وهي بتاعب ففكرة أنه شي أرتز معمول ده اتجاه أنا من وجهة نظري شايفيها هينجح وهيتطور بشكل عالمي بالدليل إنه قرار دي في معانا شوز من جميع أنحاء العالم ناس من بره يوروب وأمريكنز ومصريين فإحنا بنتكلم في فكرة إنه أكتر من هندريد كونتريز موجودين فدي بالنسبالنا إحنا كريتمو بقى بند بنات مصري مشرفة جداً اشتركوا في القناة